قصة حاتم قصة تقص عنده تسع بنات وطالح في رحلة العلم زوجته قاعد تبقي راح فين يا حاتم تسع بنات عندنا بنت من سنة لغاية سبعتاشر سنة تروح فين لا لا رحلة العلم بنت عنده عشر سنوات تحفظ القرآن طالت لأمها وأخوتها دعوه سبوه لن يتركنا إلا لحي رزاق ليموت شو يقين يتركوه خليه يروح هو 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 الأب يرزق هي المؤسسة التي تقبط منها الراتب والبنك المركز يرزق طال ربنا وفي السماء ولا هو في البنك ولا هو في المصرف وفي السماء رزقكم وما توعدون طيب خرج جاء الليل الأولاد بدأت شعروا بالجوع لكن عندهم بردات نحن عندنا كلنا ما شاء الله الطبق الأسفل من كل بيت في بردات تكفي الكويت والبحرين والقطر والخليج ولغاية المغرب سبحان الله وقول لك يا أخي ما في أكل في البيت المهم ما علينا نحمد الله على كل حال فسبحان الله العظيم جاء الليل ما فيش أكل بدأت الأم والأخوات يقرعوا البنت يعني كنت تشجعيه على السفر يعني طارد تركنا لحي نرزاق اللي يموت شوية طرق الباب طارد فتحوا الباب لفارس على فرس ومعوا كوكبهم مساكرين في أطراف المدينة كده ما شاء الله زي ما انتخذتكم كده بعيد عن زحمة الكويت والمدينة والأطراف سكن الأشراف ما شاء الله وأنتم من الأشراف إن شاء الله بارك الله فيكم شرفكم الله بالإسلام وإيانا إن شاء الله ربنا العلم فهل عندكم ماء يا أهل البيت فضحكت البنات قالت الله ما عندنا غير يعني أنت الحمد لله طلبت شيء موجود قال يا أبو كوكوز الماء شربوا الفرسان اللي حواليك شربوا فبيته من هذا هذا بيت حاتم الأصم حاتم عالم المسلمين وإمامهم ما شاء الله أتدت طارق هذا أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين أبو جعفر عهل الكيس اللي على الخرج اللي على الفرس رح فيه صرة من الذهب كده كيس رح أخذ الكيس ورح ألقاه داخل عتبة الدار ونظر لمن حوله من كان يحب أمير المؤمنين فليصدع ما صنعت حتى بله عليك لو ما يحبش يعمل إيه لو لا يحب يعمل إيه برضه يرمي روحه صح أو لا حتى المنظرة سبحان الله نسأل الله الصدق كل واحد اللي معاه شوية تفضى يرمي سبحان الله أبو جعفر غادر مع الفريق البنات يغلقوا الباب لم يستطيعوا غلق الباب من كثرة أكياس الذهب والفضة البنت العقلة للنبيه دي نظرت لأخواتها وأمها قالت نظرة من مخلوق قد أغنتنا فما بالكن لو نظر إلينا الخالق يا الله نظرة من مخلوق حولتهم من حد الفقر إلى إيه إلى أغنى الأغنية ومن لو الخالق نظر لنظرة مخلوق